ماكن الشعبية وما إلى ذلك ايه القضية يعني؟ وازاي شايف فانت من منطق حقوقي؟ ما هي زي ما كنا قلنا فكرة الصورة الزهنية السلبية هي بتستغل لغاية النهاردة بشكل كبير وإحنا بفككهاش بشكل مواصف تعبير ده مهم ليه؟ لأن الجماعات الخارج الجماعات المنهضة للنظام بتشتغل على صور زهنية قديمة اه طبعا وفي قوة كمان أخرى بتدعمها وتساعدها وتسندها وما إلى ذلك يعني ملف الحقوقي مش خالصان لا لا مش خالصان طبعا الشعبية بخاصة لما في الحقوقي فيه مشكلة كبيرة فيه مشكلة حققية فيه مشكلة مبالغة ضخمة وهائلة لما علاقين المبالغة الضخمة والهائلة دي الدولة ما خدمتش نفسها في أنها تفكك هذه الصورة الزهنية السلبية محتاجة تفككها يعني إزاي تفككها؟ حتي قدي حالك من المزكك إحنا النهاردة وروحنا وكنا مع بعض أنا وإنت وإعصان بي وإلى زيك رحنا عدة سجون التهمونا بالطبيل مش ما إحنا شوفنا مسألة إحنا ما إحناش بنهذر يعني أنا وإعصان بي أو اللي زينا إحنا ناس خبراء وإحنا كنا قادرين زمان نجيب إزاي إحصائيات الموجودين في السجون وإحصائيات المعتقلين بموقع خانوة الطوارئ ومسألة زي كده كنا بتجيبها ما فيش سر يعني الناس بشكل ببقى في حقوق الإنسان ما بتهذرش يعني بتعف توصل للنتائج في النهاية وحتى لو التقريبية بتبقى قريبة جدا وإحنا دقيقة جدا للغاية إنما إحنا قادرين نلمس هذا التحسن إنما كان فيه تجربة إحنا عملناها المنظمة العربية في 2019 كويس وهو إيه إحنا عايزين نزور مجموعة سجون نسميناها وطلبنا الإذن ودخلنا في حوارات على الموضوع ونفذنا بالفعل الزيارة أولى بقى فيه منظمة غير حكومية وهي منظمة دولية موجودة وقرأ رئيسي في مصر اللي هي فروع في قول الدولة العربية وحتى في المهاجر في أوروبا جايبة فريق يزور هذا السجن كويس وعصاب بيه كان معانا منظمة مصرية لحول الإنسان اللي هي عضو في المنظمة العربية لحول الإنسان وكان معانا كمان شركاء من إيطاليا تمام وروحنا عملنا هذه الزيارة شفتنا الوضع في السجن وسجن من السجون القديمة مش الجديدة بالمناسبة وكاتر نتائج أنا رف رأيي إنها كتعب قراجد أنت ما عندكش الكمال صحيح بس ما عندك شيء تخشى منه بالعجس بس دي عمل التأدير تخيل بقى إنك إنت لو انفتحت على مثل هذه الزيارات على الأقل المنظمات الحقية اللي عندها مصداقية صلاة محليا أو عربين أو دوليا هتحاعل نتائج لقد إيه أهم من إنك مثلا أنت تتفق مع شكل تعقام ما في ورشونتون ولا بروكسل ولا غيره هتجيب لك نتائج موغلة جدا يعني إذا أنت هنا أنت بتطلب مدومة هذه الزيارات ومنقفش عندها لازم نكمل طبعا لأن الزيارات الموجودة حاليا هي بتتم بدعوة عادة من وزارة الدخلية أو اللي بيتم زيارات اللي هي المجلس قوامي اللي حين سن بطلبها ثم بتستجيب وزارة الدخلية إحنا عاوزين النهاردة تبقى المسألة أوسع من كده بكتير المجلس قوامي بقى لحق الزيارة يقول والله أنا بكرا عايز روح السجن الفلاني فيوسمح له ده جزء مهد إنت عايز بعض الشركاء الأجانب يعني ما فيش مشكلة خالص لا أنا خلينا خلينا أقولك بحسسية وطنية مش تدخل في شأن الدخلية لا يا فندم ولا أي حاجة معلاش أنا خلينا أنا أقدر أرتبها أنا أقدر أقول إيه تيجي المنظمة العربية والمنظمة المصرية تشكل هي نوع من أنواع الإقتلاف فريق ويأمره الزيارة إيه المشكلة وهو مش هيجي لك زيارة خاطفة ولا استثنائية ولا بكرا الصبح أنا أقولك المجلس قوامي يقولك أنا رايح بكرا السجن فلاني فتقوله أهلا وسهلا أنا بقولك بقى بالنسبة لمنظمة غير حكومية هو يا سيدي هيرتبه هيتلوب طلبات ده يساهم في تفكيق الصورة ألف في المئة تغيير الصورة تغيير الصورة تغيير الصورة زي إيه تاني أمي وشاع عن أزمة السجون هنا تلاشى وانتهى كويس كويس الشيء الآخر هو بالفعل حاصل بشكل أوه آخر ده هو إيه ما إحنا بنعمل أنشطة والأنشطة الحمد لله بتتم بحرية تم كويس لكن أنا على سبيل المثال لازم أكون كمان عندي نوع من أنواع الاهتمام المحلي أنا مش ممكن نعمل حاجة مثلا تخص مصر أو تخص المنطقة ومصر جزء بيسي في هذه المنطقة وملاقيش الإعلام المصري بيغطيني أو بيدعمني طبعا ده حصل في حالات يعني مثلا في إطار البيعسة المشتركة إحنا عملنا مع مركز الميزان فرعانة في فلسطين وعملنا توصيق لشهادة الجرحة وعملنا الطلاع على قليلة المساعدات والتعالي الإسرائيل الموجود حصل اهتمام فعلا كبير جدا جدا لكن ليه لما يكون في قضايا تانية أنا عايز كمان هذا الهتمام الإعلام يبقى مقود كويس مش محتاج بس فكرة أنه أنت محتاج زخم إعلامي آه طبعا أنت ليه ده يصح وحسور ليه هذا الكلام ما بيتمش بهذا الشكل إحنا ممكن كمان ناخد خطوات في إطار أنشطة يبقى فيها كل كل أصحاب المصلحة يعني عايزين مثلا النهاردة نعمل ننفع حوالي قضية مثلا خاصة بالقانون العقوبات على سبيل المساعد فنعمل شيء كان معانا الحمد لله استجابات قبل كده بس احنا بفكر نعمله في المستقبل بس احنا بفكر هل يطر الاستجابات لحنا حققناها بعد فترة من الجهد المرل الفات هتتكرر تاني ولا لا في الحقيقة خلينا نواجه هنا شكر في الحقيقة يعني إلي جانب مازل طبعا مجلس النواب يعني اللي عمل جهد مهمة في المتعلقة قانون جرات جنائية مجلس وزرق أقر القانون اللجنة العيلة دايما لحقوق الإنسان عمل جهد مبهر جدا وعمل جهد مبهر جدا لكن مصامت كويس نمع في الحقيقة جهد مهم خلينا قاف عند النقطة الأخيرة دي في الشكر